شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي جانبا من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية والتي تتم بتعاون مع الاكاديمية العسكرية المصرية وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة بهدف اعداد وانتقاء افضل الكوادر المؤهلة على اعلى مستوى علميا وفنيا وشخصيا تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورة تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر اثرية وقد قام المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والاثار والتي نفت تلك الانباء مؤكدة انه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر اثرية مشددة على ان كافة المقابر الاثرية قائمة كما هي ولا يمكن المساس بها فهي تخضع لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 والذي يجرم اي عمل يطلف او يهدم اثرا مؤكدا حرص الدولة على الحفاظ على الاثار بكافة انواعها واشكالها ليس فقط للاجيال القادمة ولكن للانسانية جمعاء اعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مغادرة اول افواج حقاق الجمعية الاهلية الى الاراضي المقدسة اذانا ببدء موسم الحق للعام الحالي 1444-2023 يوم السبت الموافق العاشر من يونيو المقبل الى المدينة المنورة حيث ستكون البداية مع حقاق محافظات الجيزة والمنوفية والاسماعيلية واضفت القباج انه عقب ذلك سيتوالى سفر باقي افواج حقاق الجمعية الاهلية على مرحل حتى يوم الحادي والعشرين من يونيو المقبل حيث يصير اخر الافواج الى الاراضي المقدسة مشيرة الى انه تم التنسيق مع شركة مصر الطيران وتجهيز مكتب بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لاصدار تذاكر سفر جميع حقاق الجمعيات الاهلية نفى مستشار برئاسة الاوكرانيا مشاركة كييف بشكل مباشر في هجوم بطائرة مسيرة على موسكو اليوم الثلاثة لكنه قال ان بلاده تستمتع بمشاهدة الامر وتوقع زيادة في الهجمات وذكرت وزارة الدفاع الروسية ان اوكرانيا استهدفت موسكو بثمان طائرة مسيرة لكن تم اسقط جميع طائرة المسيرة المستخدمة في الهجوم اعلن فاندر سار اليوم الثلاثة استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لنادي اي اكس وكشف النادي الهولندي عن نبأ عبر بيان نشر على موقعه الالكترونية وذكر البيان قرر الرئيس التنفيذي فاندر سار مغادرة اي اكس سينقل مهمه الى زملائه في مجلس الادارة اعتبارا من الاول من يونيو الفين ثلاثة وعشرين كما طلب المجلس من فاندر سار البقاء رسميا في منصبه حتى الاول من اغسطس لضمان السير الجيد للملفات الوطنية والدولية